موسيقى وإحنا عادينا هنا بقى كابتن فتحي في ملعب مختار التتشو على الدكة كا تدكك زمانة ما كنتي تقعد جنب الكابتن عام صالح الوحش كا تدكك بالحلامة والشاكة دي هناك فرق. هنا داخل سربة. احنا كان المقاعد بس كاتل ناحية التانية. المقاعد في السدر الخشب. المقاعد كلها خشب. يعني قبل ما المتش الصبح لازم افوت يا فاروق هات الشاكوش. واروح اذوق المصامير اللي على المقاعد. لان فيه مصامير وانت تبقى بمفاعل وبتزوق كده تلاقي راح مصامير طرعة اللي تطلع تريليج ويطلع بيسمه كل كده. لازم اقمن. زي انت ما بتأمن عن ملعب تأمن عن مقاعد. كلام ده زماني يعني. يعني نقول في السبعنات في التابعنات في النجاة. بس ده ما شاء الله. خمس نجوم بالوقت. المتشاط المنساش الكابتن فتح نصبه وهو مدرب وهو مساعد هنا سواء مع الكابتن عبد صلح الوحش او مع مستر هيديوكوتي كانت في ملع مختار التيتشي. كابتن همامي اشتغلت برضو مع الكابتن همامي هنا وبعدين كنت انا الوحدي لما مدرب الشباب والقطاعات دي. المتش الأهل والزمالك وده له ذكرى كبير اول اللي احنا احكيناه اللي هو نطش السبع واحد السبع واحد كان هنا برضو في استاد تيتش. وكان مبارات طريق اول قدس الروسي مع منتخب اهلي والتسامن كان فيها شازلي ومصطفى رياض وكان اول مرة الخطيب يلعب مع الطريق اول. فاللعب طبعا مع الخريج اول هو صغير وسجل هدف لا ينسى والناس كلها اللي قد دلوقتي بالزاكرة اللي هو جير من ناحة الشمال. وكلهم الشازلي مستني براه هو مصطفى رياض هو لمح الحارس بس طلع مفيش خطوة. راح تطهاله في الدايقة برجله هنا في نفس الزاوية وهو على الخط ما حدش يتوقح له دعابه هنا. فطبع كلهم كان منتظرين بكورة. ووجود الشازلي موجود مصطفى هنا اكبر الحارس يطلع. عشان ده خلاص اخطر واحد عنده. وراح تطهاله هنا كان من الاجوان كويسة وخصوصا في الداية حياته. فدي بتدي له دفعة ومعنويات اكتر. كابتن همامي من المدربين اللي اشتغلت معهم ودمه خفيف. اه طبعا. حكاته ايه كابتن همامي؟ اه. لا يعني اولا جيته ماشاء الله وقوي وما يعرفش الهزار وما يعرفش كده. وجد في شغلي. ايه موضوع الجامعة وتعليم الكورة؟ اه لا. كل مرة وانا في التمرين فبعمل لهم تمرين برب الكورة برأس. اه. اه اه. ايه يلعب بالكورة بالجابهة من أعرف الجابهة؟ قال له كده أهلو هاب يلعبوا كله بالجابهة قال له طبع كابتان يهي برضو يلعبوا كله قال له تعال وراح مسكت أخبر راح ايه من الدماغ في الجابهة ايه دماغ الفتحت من هنا قال له اه يا راسي قال له مش راسك ده يا كابتان دي الجابهة وفاروق شيله راح جاي يشيله كده وانطالح ليه وعمر ما ينسى الجابهة طب حينسى فيه العام كده هو كابتان امامي بقى العام كده وخلاص يلا اكد ما فيش اي حاج عصر اه وبعدين كنا مرة لعبنا هنا للمب اسكندرية الدورة الصيفية كسبنا 4 واحد كانت الفرقة دي تيها كابتان شربيني وكده لما يقولوا بداية جيل التلمسي فهو كان هو المدارد فكسبنا 4 واحد هنا وقطعناهم الكلام ده كان الخميس سافرنا يوم الحد خصونا من هناك برضو 4 واحد اسكندرية فكان الدكتور إبراهيم الوكيل كانوا رئيس النادي وعمل بيشعير فجي جابونا هنا وبتاعه ويسألوا كابتان عمامي ايه اسبابي يعني اللي انتوا يقصدتوا على الله انا عن نفسي مغارش في ريتي يعني اللي كسبنا بيوم اربعة لعمنا بيوم تاني مش هقول لهم مغيروا ما تغيروش لسه مخداش دي ومش في القانون اعمل لكم ايه فهو هون اه يعني قال لهم انتوقعوا اشتركوا في القناة